أحسن الله إليكم سائلة من بواحي المدينة المنورة لم تذكر اسمها تقول في سؤالها الأول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد اللي يسمونها الإسلامية هل من الأناشيد الصوفية؟ ما عرف اتخاذ الأناشيد ديناً وإسلاماً إلا عند الصوفية هذا من البدع أما إنشاد الشعر المفيد إنشاد الشعر المفيد أو النافع في اللغة أو في الدين أو في الوعب فلا بأس به لكن لا يقوم بصوت جماعي وفطريب وإنما يقوم بصوت انفرادي كما كان حسن رضي الله عنه ينشد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان حداة الجيش في السبر ينشدون ينشد الواحد من أجل أن تتباه الإبل في الطريق ومن أجل أن ينشط المساورين هذه أمور جائزة لكن لا تسمى أناشيد إسلامي وإنما يسمى إنشاداً ويقوم بصوت فرد واحد نعم ترجمة نانسي قنقر